يبدو أنه لدينا أحد عشاق ميسي كابتن عبدو تفضل شو كنت عم بتقول عن ترتيب اللاعبين ونفس الحميس نفس الحميس تحت الهواء لا يمكن البعض يقول أنا متطرف مع ميسي بشكل كبير أمنحكم لكن بالنسبة لا لا ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ يعني رأي فني يعني على اللي حقيتهم وشفتهم بعيني لأدت أسباب أولا أنا أقول لهم ميسي واللي حقق إنجازات هذا الأول الميسي اللي ما حقق إنجازات هذا الثاني بعدين البقية طب كيف ما حقق إنجازاته هو يعني ميسي لو ناخد لعبة وأداءة بدون بطولات بدون إنجازات هو أعظم ثاني لاعب بعد ميسي اللي حقق إنجازات هكذا رابط كل اللاعبين وكل التاريخ لا ويقولون أنا غير متطرف ما هذا متطرف شو بتطلع لليان خليني أنا بعبر عن رأيي فني وممكن بعض المشاعر يعني نتيجي لما أمس على سبيل المثال برات طد إستراليا ميسي الأرجنتين قاعد يعاني في بناء الهجمة يعاني يعاني لا يستطيع وسط إنه يوصل الكرة إلى الثلثة الأمان عاد ميسي ليبدأ اللعب ويبني الهجمة ويلاعب المجموعة من الخلف لم يجد حل المنتخب الأرجنتيني في الثلثة الأخير أتى بكرة شبه ميتة بوجود 11 لاعب من المنتخب الإسترالي في منطقة لا تتجاوز 20 متر عامل الحل وكل يعرف أن ميسي حيحطها في الزاوية هناك العارس أنا أعتقد أنه لما حل الميسي يدري أن ميسي بيحطها في الزاوية الكل يعلم الكل يعرف وحطه هذا بدي أعرف رأي الدكتور توركي بالموضوع يعني أنا بالنسبة لي بالنسبة لي ميسي هو أكثر صانع وأفضل مسجل أهداف وأكثر مراوغ يعني إجمع كل لاعب من أفضل لعيبة العالم في ميزة من هذه ميسي يتفوق عليهم ترجمة نانسي قنقر